شايلة كل المسئوليات لوحدك محتاجة حب، دعم، احترام، تأدير، مسندة مفيش بتعبي مفيش أي نتيجة حاسة أنك منهارة طول الوقت ووحيدة عتبتي وتكلمتي وعقبتي ولا أي حاجة جايبة نتيجة الطرف الثاني طول الوقت شايف أن مصالحه واهتماماته وأصحابه وخروجاته وضغطاته وحياته وكل حاجة هو عايزها أهم منك ومن كل متطلباتك ومن كل مشاعرك وضغطاتك اللي أنت طول الوقت تحساه والسؤال هنا هو الغلط فيه ولا فيه معي والأهم من كل ده أكمل ولا خلاص ما بقاش في فايدة الحياة مع شخص شايف طول الوقت أن احتياجاته وكل متطلباته أهم شيء في الحياة هي أصعب ما يكون حرفيا طيب إيه اللي ممكن يخليني أحقق التوازن وخلي الشخص ده يقدر اهتماماتي ويراعي مشاعري من غير عتاب ومن غير كلام كتير وهنا وقبل ما نبدأ في أي حاجة أسألك سؤال واحد إيه اللي ممكن يخلي شخص يهتم بيك وانت نفسك مش بديه نفسك أي اهتمام طيب خلينا نيوصل هنا لسبع أفكار ندردش فيهم مع بعض وهما اللي فيهم سبب للي بيحصل معاك وهما اللي برضو فيهم ردع تبارك وفي آخر الحلقة هعرض عليكم مجموعة من الكتب لو مهتمين أكتر تعرفوا في موضوع العلاقات تجاهل طول الوقت إهمار رهيب مش حاسس بأمتي بالتأكيد كل ده هيولد ضغط رهيب إحباط وغضب من الطرف التاني هيوصل في النهاية لخلافات ملهاش نهاية وممكن تنتهي بقطع العلاقات خلينا نبدأ كده ونشوف إحنا أصلا إزاي بنعرف إن الشخص اللي قدامنا ده هو شخص أصلا أناني وأول حاجة بنحسها هو نقص الدعم العاطفي معنى الكلام ده إن أنا محتاج دعم واللي قدامي بيقلل الدعم ده تاني حاجة هو تجاهل احتياجاتي شايفين إحنا قررنا كلمة احتياج كم مرة لحد دلوقتي؟ تركيزه على نفسه بس معنى كده إن الأنانية بتتلخص في إن أنا محتاج واللي قدامي مهتم بنفسه مهتم بنفسه معنى كده إن هو بيعمل الحاجة اللي المفروض أنا أصلا أعملها عشان أبتدي ما حسش بالاحتياج أصلا طيب خلينا هنا نتكلم على ثلاث حاجات لو الحاجات دي موجودة أو مش موجودة هنعرف إزا كان الشخص ده بيتعمد يعمل كده معاك ولا هي الحكاية متعلقة بأمور تانية ملاش أصلا علاقة بيك الشخص ده من نشأته أصلا اتعود إن هو ياخد كل حاجة فبالتالي هو طول الوقت هياخد كل حاجة لنفسه مفيش أي اهتمام تاني غير بيه هو الشخص ده عنده ضغطات مادية حياتية اجتماعية نفسية مشاكل أو حاجات ضغطة عليه في حياته فبالتالي هو مش عارف أصلا يركز معاك لأنه هو أصلا مش مركز مع نفسه بمعنى إن هو مش قاصد يعمل كده معاك عشان هو يتجهلك يعني هو مش واخد منك أنت موقف شخصية وفي الحالة دي بيكون عندك فرصة إنك تغدي الموضوع شوية من وجهة نظر الشخص اللي قدامك ما تغدهوش بطريقة شخصية ضعف التواصل بمعنى إن التواصل ما بينك وما بين الشخص ده ضعيف جدا للدرجة اللي مخليك وإنتو الاتنين مش قادرين توصلوا لنقطة التفاهم وبالتالي مزيد من الأنانية ومزيد من شعورك بالإحتياج أول حاجة بتعمليها مع الشخص ده كل ما بتلاقيه عمل حاجة فيها إهمال أو تجاهل أو أنانية إنك بتتكلمي وبتعدبي وبتعلي صوتك أو ما بتعلي الصوتك بس كلام وراغي كتير وصدمات مستمرة ولإنك مضغوطة جدا فأنت بتتكلمي بالطريقة اللي بتخلي الشخص التاني يعند معاك ويقرر نفس أفعاله ويمكن كمان بيزودها أكتر عندن فيك فمزيد من التدهور في العلاقة وعدم التفاهم وعدم التواصل أكتر طيب خلينا متفكين إن إحنا بنتعامل مع شخص هو مش بيعمل كده عشان هو عايز يعمل كده وكل إنسان مهما كان أفعاله سيئة عنده مبرر اللي هو بيعمله فأنا هنا بخرج نفسي خالص من الموضوع عشان أشوف الموضوع بطريقة متوازنة تخلي اللي قدامي ما يعنتش معايا ويقرر ويزود أفعاله أكتر طيب أنا هنا بقيت هادية أكتر بقيت بحاول أوصل فكرتي بطريقة وعية أكتر وبطريقة هادية بعبر عن اللي بيحصل من غير مدخل أي مشاعر خاصة بي في الموضوع بدي فرصة لحد ما شوف الشخص ده هيقرر الفعل اللي هو هيعمله ولا هي كانت حاجة عابرة ومش مستهلة إن إحنا نعاتب ولا نتكلم فيها ولا نشتكع الفاضي ونوصل هنا للحاجة التانية أنا بتعامل مع شخص شايفني طول الوقت سبب فرحته وسبب تعاسته سبب صحته وسبب مرضه يعني بمعنى أوضح أنا محور الكون أنا اللي بفرحه وأنا اللي بحزنه وأنا سبب كل حاجة في حياته معتمد علي بشكل كلي هل تفتكروا إن ده شعور مردي للإنسان أو لو أنت بتتعامل مع شخص بيتعامل معاك بالطريقة دي دي حاجة هتكون مريحة بالنسبالك ولا هتشيلك حمله أكتر وتحسسك إن الموضوع تقيل قوي على قلبك خلينا متفكين إن كل مسئولية جديدة بتزيد على يعاطق الإنسان ومطلوب منه إنه يعملها دي حاجة بتزود حموله أو همومه أكتر فهو ده بالضبط اللي أنت بتعمله مع الشخص اللي قدامك ومنتظر منه إنه هو يكون سعيد ومبسوط بتحمله هم ساعتك بتحمله هم إنك تكون راضي وسعيد ومش حاسس بوقت فراغ وإن حياتك جميلة وإن حياتك مريحة وكل حاجة ماشي على أكمل وجه يعني بمعنى أوضح كل اللي أنت بتعمله مع الشخص ده إنك بتشيله هموم زيادة وعايزه بالهموم اللي فوق كتافه دي يكون سعيد ومرتاح طيب هو أنا المفروض في الحالة دي أنا اللي غلطان هقولك هنا إنه أنت مش غلطان والشخص اللي قدامك مش غلطان لكن اللي أنت بتعمله هنا إنك بتاخد الحاجة اللي المفروض أنت نفسك تعملها مع نفسك وبتحملها للشخص التاني كل ما بتذكر كلمة احتياج في حياتك دي نفسك بتكلمك وبتفهمك إن هي محتاجة اهتمامك محتاجة حبك محتاجة تقديرك منك أنت مش من حد برا مش من حاجة خارجية هي محتاجة منك أنت حابة تقدير وحابة اهتمام فمن باب أول هنا إن كل ما نفسك توصل لك رسالة إنك محتاج إنك مهمل إنك متجاهل إن أنت اللي تهتم بيها أنت اللي تمنحها الحب والاهتمام دي نفسك كده من أسبوع لأسبوعين لتلاتة على حسب وقتك ما تعملش حاجة فيهم غير إنك تهتم بنفسك وبس ولإنك طبعا عندك مهام تانية فأنت هتدي نفسك جزء من الوقت يعني خليك مهمة من ضمن المهام اللي موجودة في حياتك لإن في الغالب الشخص اللي بقى محتاج أو عنده نقص نقص عاطفي هو شخص مش بيدي نفسه حتى مساحة ولو بسيطة إنه هو أصلا يهتم بنفسه هو لاغي المساحة دي لاغي خانة نفسه دي تماما من حياته طيب ارجع معايا كده بالذاكرة شوية وافتكر الحاجة اللي خلت الشخص ده أصلا ينجذب ليك من البداية هتلاقي إن الحاجة دي كانت شكلك كانت اهتمامك بنفسك كانت أسلوب كلامك كانت الهالة الغمضة اللي موجودة حواليك اللي الشخص ده حاول إنه هو يفك شفرتها يعني هنا الموضوع برضو هنرجعه لاهتمامك بنفسك إنت أهملت مظهرك اللي كان الشخص ده أصلا بينجذب ليك من خلاله أهملت اهتمامك بنفسك اللي كان مخل الشخص ده شايفك شخصية هو حابب يتعرف عليها وصلت رسالة اللي قدامك إنه هو الحاجة اللي محور اهتمامك يعني بمعنى أصح هو كان بيحاول يفهم شخصيتك إيه الحاجة اللي ممكن تفرح الشخص ده عشان عملها وتقرب منه فإنت هنا بكل بساطة وصلت له رسالة إنه أنت بس الوحيد في الكوكب ده كله اللي محور ساعدتي ومحور حزني يعني اهتماماتك بسيطة جدا يعني حاجة بالنسبة له كده رخيصة مش محتاج يبزل فيها أي مجهود وإحنا عارفين طبعا إن الإنسان بطبعه بيحب الحاجة اللي تخلق جواه التحدي كل ما تحس إنك عايز تتكلم الشخص ده تقرب منه أكتر تدي له اهتمامك المفرد تطلب منه احتياج افتكر كويس جدا إن دي نفسك بتطلب منك إنك تهتم بيها ووفر حبة مشاعر وحبة اهتمام من اللي انت بتديها للشخص ده واللي هي في الغالب بتقلل مقدارك عنده لو انت مفرد أو في الشيء ده وديهم لنفسك شوية اعمل توازن في الأغد والعطاء عشان ما تحسش وما توصلش لدور الضحية إن أنا عايش في الحياة دي مجرد ضحية أنا محتاج شيء والشخص اللي قدامي مش عايز الدهولي خلينا نوصل لحاجة تانية وهي إنك لما بتشوف شخص طول الوقت بيشتكي من شيء ونفس الشيء ما بيتغيرش هتلاقي انت نفسك مع الوقت بتزهق بتقول هيا الحاجة دي ما بتتغيرش انت نفسك هتلاقي إنك مرة مع مرة مش عايز تسمع الشيء ده وده عن نقيد تماما إنك لما تلاقي شخص بيتكلم في الحاجة اللي محتاجة فعلا كلام بكل بساطة الحاجة اللي تعرف تعديها واللي ملهاش لازمة إنك تتكلم فيها ما تتكلمش الحاجة اللي ما ينفعش إنك تعديها وهي حدودك وقفة عندها هي دي بس اللي تتكلم فيها وهنا أنا هوصل لحاجة مهمة جدا في أي علاقة وهي التواصل الفعال أو التواصل الجيد أنا بعبر عن الحاجة اللي أنا عايزة أقولها أو مشكلتي بطريقة عادية جدا من غير إنفعال ومن غير مدخل مشاعر كتير قوي اللي قدامي مش محتاجي يسمعها بعبر عن مشكلتي بكل هدوء بتكلم في الحاجة بس اللي المفروض أتكلم فيها واللي حدودي بتقف عندها فأنا مش أحمل اللي قدامي فوق طاقته أو مش أشايله مسؤولية جديدة عليه تحسسه بطاقة جبارة فوق كتافه بس مع الشخص اللي قدامي وفي نفس الوقت مقدر مشاعره ومقدر كمان احتياجاته في الحالة دي التواصل هنا هيكون واعي إلى حد كبير الشخص اللي قدامي في الحالة دي ممكن يسمعني على عكس إن أنا طول الوقت بشتكي على حاجات هو طول الوقت بيسمعها وخلاص وصل لمرحلة إن هو مش عايز يسمع تاني تخيل كده معي إنك بتتعرف على ناس لأول مرة بالتأكيدة تحاول تجذبهم لشخصيتك بطريقة ما بطريقة لبسك بطريقة كلامك بقعدتك الحلوة هتشوف الطريقة اللي تجذب الناس دي لكن الأكيد هنا إنك مش هتجذبهم بالعافية ونقدر نقول إن هو ده بالضبط اللي مطلوب منك إنك تخلي الشخص ده يحب يقدم لك كل حاجة أنت عايزها وتراضيك بمزاجه بقعدتك الحلوة باهتمامك بنفسك بإن هو نفسه اللي يبقى عايز يلعب ابنه أو يشيله بإنك تكون منشغل للدرجة اللي ما تخلهوش طول الوقت يبقى محور اهتمامك لما تهتم بنفسك هتلاقي إنك بتعمل الحاجات مش عشان تضيع وقت لحد ما الشخص التاني يفضلك لكن عشان تفعلا حابب تعملها وتقدم الحاجات دي لنفسك وهنا إنت ولا هتدور ورا الشخص ده ولا هتنتظر اللي هو هيقدمه لك وإنت هنا مش بتعمل كده عشان الشخص اللي قدامك وحش وبنقصك حاجات أنت محتاجها لكن لإنك بتحقق التوازن جواك قبل ما تحتاج التوازن ده في أي علاقة تانية التوازن اللي هيتخلق جواك هو اللي هيرجع التوازن لكل علاقاتك واللي أولهم علاقتك بنفسك كان فيه بنت بتعمل اللي هي فهمية مع ولادها مع زوجها مع أصحابها مع نفسها وعلى قد ما تقدر بتعمل على قد ما هي فهمها وعلى قد طاقتها لكنه بالرغم من كده كان طول الوقت شعور الزنب ملحقها على أبسط حاجة هي ما عملتاش أو ما عرفتش تعملها وشعورها بالزنب كان مخليها طول الوقت محتاجة أن حد يقول لها أنها كويسة ومشي على الطريق الصح يعني كان مخليها طول الوقت محتاجة دعم ما تخليش شعورك بالزنب يحملك مسئوليات وأخطاء غيرك أو يخليك محتاج طول الوقت الدعم من الشخص اللي قدامك خلي مسج دايماً طول الوقت في دماغك أني أنا ما عملتش حاجة مش أحس بالزنب أن أنا ما عملتهاش لكن إعكس الإحساس ده بأنك يعني إتس أوكي مفيش مشكلة هعملها لسه قدامنا وقت أني أنا نعمل الشيء ده خليني هنا أسألك سؤال هل الشخص اللي أنت بتعامل معي أو الشخص اللي أنت بتتعامل معي مفيش حسنة واحدة بيعملها في حياته معك لأن هي دي الطريقة الوحيدة اللي تخلينا عدلين في التعامل معي وعندينا توازن ولا بنحكم مشاعرنا بشكل أوفر يخلينا ينصرف غلط ولا في نفس الوقت محاكمين عقلينا طول الوقت ومحيين أي عاطفة وآخر حاجة هندردش فيها مع بعض هي لما نلاقي مشكلة قوية أو مش عارفين نتعامل معيها نقرع عنها إرايتك عن المشكلة مش بس بيديك معارفة إزاي تتعامل معيها كمان بيدي خبرة الناس اللي اتعاملت مع المشكلة دي اتعاملت معها إزاي وفي نفس الوقت بيهدي الضغط لجواك أكتر بيخليك ما تبقاش متحفز قوي ولا في التعامل مع الشخص ده ولا حتى في التعامل مع نفسك في الحالة دي بتلاقي نفسك بتتسرب بالطريقة اللي المفروض تتسرب بيها وفي النهاية لو المحتوى عجبك ادعم الفيديو وشاركه مع غيرك ولو أول مرة تشوفني اشترك في القناة عشان تشوف مواضيع أكتر بنقدمها واشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد مع السلامة اللي المفروض تشوفني بروضه اشترك في القناة عشان objetivo اشترك في القناة Avon